بعد انتهاء مباراة النادي الاهلي مع ملقون العرب بالتعادل اللي جاء بواحد واحد معي فرود أو مهاجم فريم مولون العرب أبو ناصر حلمي مقول لك أهلا بك رشاقنات قلي تحتك المنسامة وكابتن حشيش هو كابتن بلال لحضرتك طبعا مبروك النقطة التعادل نقطة غالية في ملعب النادي الاهلي وكمان نضايع قرى خطيرة جدا مصطفى شبير عمل انقاذ رائع وانا عرفت انت كم انت هدف المجموعة وهدف الدوري 16 هدف الحمد لله على التعادل احنا جايين وبنحترم النادي الاهلي وعرفين انهما في المركز الاول فالشوت الاول كان يعني فيه سوطة وفيه وفيه لعبة مغدودة وكده ان النادي الاهلي في المركز الاول لكن بين الشوتين الكابتن مجد مع تعليمات وكده نزلنا ضغطي وكنا احنا الاقرب في الشوت التاني كنا احنا اقرب للتلات نقاط وكده بس الحمد لله على التعادل احنا بنلعبه نادي كبير وكده وان شاء الله يكون حلفنا المكسف في المتشاط اللي جاء ونحاول نقرب من نادي الأهلي عشان فرق نقاط كبير وكده وبتعليمات الكابتن مجد يعني بين الشيطين قدرنا اللي احنا ننزل الشيطي التاني ونكون أفضل من نادي الأهلي فرحانين من نقطة؟ أكيد طبعا يعني فرحانين من نقطة بس برضو كنا احنا أقرب يعني للمجد كرة ازاي حطت الكرة انت بدمغك ونزل أجابا مصطفى شو كير؟ أنا كنت متأخر فانا الكرة كانت ورايا وكده فرجعت خطوة فما مريكاتش كرة كويس وما كانش في توفيه معايا النهاردة يعني بس الحمد لله اللي احنا ما اخسرناش وكده وخدنا نقطة من النادي الأهلي وفي ملعبه ونحاول اللي احنا ننعوض ونقرب من النادي الأهلي ان شاء الله توفيه نجد أهلا بك كابتن مستمرين معاكم كنا معنا مصطفى شو بير نهاردة من نجوم